السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و امبرح اتكلمنا عن GPT-4-O ونقدر الكلام برضو عن GPT-4-O المجاني Open Source اللي هو موجود على موقع Hugging Face بحيث ان انت تقدر تتعامل معه بشكل افضل وهو طبعا يمكنته قلب كتير لسه لكن مع الوقت ان شاء الله يتطور الميزة اللي فيه هو مجاني Open Source تقدر تحمله عندك على الكمبيوتر تقدر انت تعمل موقعك من خلاله ويبدأ ان هو يجاوب الناس تمام فتقدر ان تسأله مش بيديك نفس الاجابات المميز في GPT-4-O ان هو مش مركز على النصوص بس لأ ده بتعامل مع نصوص وفيديوهات والصوت تمام ما هو زكاية الصناعة فعمل الفروض ان انت لما تتكلم معه تفتح بقية الفيديو ويبدأ ان هو يشوف الحاجات اللي حواليك ويبدأ ان هو يتكلمك عنها وينقشق فيها والحاجات دي كلها فدي من ضمن التكنولوجيات اللي هتعمل طفرة في الزكاء الصناعي طبعا تتبع OpenAI فالمتوقع ان جوجل خلال ساعات هترد وهتعمل اعلان عن الزكاء الصناعي عندها لان هي من زمان جدا شغالة في الفكرة دي فكرة انها هتاخد كل حاجة تديك كل حاجة مثلا تدى فيديو تقدر تديك صور وتكست منه تدى صور تديك فيديو يعني تديها اي حاجة تديك حاجة تانية مختلفة تقدر ان انت تتعلمها بشكل افضل مثلا تدى تكست فتديك فيديو تعملك فيديو من التكست وكذا لو احد فاكر في المهر ان كان واحد يتكلم مع التطبيع على البال طلوقتي ونسى صحابه ونسى قريبه وكل حاجة بسبب ان زكادة يتفعل معه بشكل لحظي يعني كان فيه تطبيق بعد كده كان حالو جدا وكانت تتعلم معشاك لكن هو كان ياخد وقت على ما يحاول الصوت الكلام يتفهمه وبعد كده يترجمه وبعد كده يرد عليك صوت فكان مملي كده يترجمه بالنفس السواني الهاردوير اقوى فصبح الموضوع خطير يعني